تدفق قنوات الصرف الصحي في الشواطئ التي تشهد توافد المصطافين أصبح عقدة تؤرق محبي السباحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة فاختلات مياه البحر بهذه القنوات سيشكل خطرا على صحة المصطاف ناهيك عن الروائح الكريهة وبشاعة المنظر الحاجة الوحيدة تخسر هذا المكان هو وجود قنوات الصرف الصحي لزيقه يعني الضر للمصطافين والضرر سواء بالرائحة سواء أنه يصب في الشط يصب في البحار يشكل حاجة الأمراض كمرة نشوفه الرائحة شوية مزعجة للمصطافين الجواري حوهنا شوية تنتقل الأمراض عن طريق المياه وخصوصا الأمراض الجلدية لهذا حذر الأطباء من الذهاب لمثل هكذا شواطئ لأن ذره أكثر من نفعه السوطوط هذه اللي يكون فيها يعني تفريغت المياه المستعملة هذه من فرض قعم عموش فيها الناس يعني الطريقة اللي يقول لك هذي غادي يتصفى وغادي وين غادي يروح؟ ما كانش غادي يتحلل غادي انتا اليوم يزدع لها تغدوة تغدوة بالتالي التركيز راح يزيده بشوية 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 حتى تلقى التركيز الحقل وحد المرحلة ويني وليه أثر الأمراض الجلدية نتلاقها وهو الكثرة في الصيف رغم جهود السلطات المحلية في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة إلا أن التسربات تأبى الزوال ليبقى المصطف هو المتضرر الوحيد